ثمن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الإنجازات الحثيثة التي حققتها مملكة البحرين لحماية الطفولة جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي وافق الثاني عشر من يونيو من كل عام وأكد رئيس البرلمان العربي أن إنجازات البحرين في هذا المجال تحققت تلبية لتوجيهات جدالة الملك المعظم الذي عمل على الاهتمام بالمواطن البحريني على المستويات كافة وقال رئيس البرلمان العربي أن مملكة البحرين كانت سباقة في توفير البيئة الملائمة للنشأ مثمنا في هذا الإطار جهود الحكومة المقرة برئاسة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء والتي عكست الرؤية الملكية السامية في الاهتمام بالطفل وقامت بوضع المبادرات الوطنية والاستراتيجيات الارتقاء بالطفولة وتنميتها ورعايتها ترجمة نانسي قنقر